لتأمين نجاح الموسم التسويقي لمحصول الحنطة عملت مديرية الدفاع المدني بوضع خطط متعددة المحاور لحماية مزارع الفلاحين من خطر حوادث الحرائق عبر نشر فرقها قرب المزارع وسائلوات وزارة التجارة وغيرها من الإجراءات الاحترازية تنفيذ خطة الحصاد بناء على توجيه معالي السيد وزير الداخلي المحترم وبنشر مفارز الدفاع المدني وكذلك توعية المزارعين والفلاحين بإرشادات ووصايا الدفاع المدني الحفاظ على العنصر الرئيسي من السلة الغذائية اللي هو الحنطة والشعير وفيما يتعلق بعمليات تسويق الحنطة تؤكد الشركة العامة لتجارة الحبوب تسلمها المحصول من عشر محافظات حيث وصلت الكميات المسوقة إلى أكثر من مئتي ألف طن استلمنا لغاية أمس 215 ألف طن مستمرين بالإستلام يوميا على الأقل نستلم 30 ألف طن فبدأت الذروة بالمحافظات الجنوب بالأخص محافظات السماوة، ذيقار، واسط هذه المحافظات بدأت الذروة به مناطق الصحراء في محافظة الأنبار تم حصادها بوقت مبكر السيابة عالية بإذن الله كميات كبيرة هذا الموسم نسأل الله أن يوفقنا أن نستلم كل الكميات التي تقدمنا من الفلاحين ويؤكد معني جون استحصال 500 مليار دينار كمستحقات للفلاحين التي تصرف بصورة مباشرة أثناء تسليمهم المحصولة إلى مخازن الوزارة فالسرعة بصرف هذه الأموال وتواصل الدعم والإسناد الحكومي لهذا الملف عوامل أساسية لنجاح الموسم التسويقي كما في العام الماضي سجا جاسم العراقية الإخبارية بغداد